أم علي سألت تقول إذا كان جزء من عضو الوضوء جافا هل يجب دلكه تقول مثلا أحيانا يكون الكعب فيه جفاف مثلا أو أحيانا قد يكون فيه بعض الخدوش أو غير ذلك فهل لا بد من دعكي لإيصال الماء إلى داخل هذا المنطقة الجافة أم لا الدلك مستحب وليس واجبا والواجب هو الغسل مجرد امرار الماء على العضو يكفي هذا أما الدلك فهو مستحب على هذا مثلا لو وضعت يدك تحت الصنبور الماء فيكفي هذا إذا عم جميع العضو لكن كونك تدلكه هذا أفضل وأكمل